أهلا بحضراتكم مرة تانية كسر ربطة بطولة مفيدة ما حدش يقدر يختلف على كده بالتحديد بأننا يعني منتكلم عن نادي الأهلي فهو الأكثر استفادة من هذه البطولة بعد ما اتبع سياسة مختلفة في مباريات البطولة دي بتدفع بعناصر كتيرة جدا جدا من الشباب واللي أثبتوا بصراحة جدرتهم وكفائتهم بشكل ممتاز جدا وأثبتوا قد إيه أن فيه شغل جيد بيحصل في النادي الأهلي وكمان بالتحديد في قطاع الناشئين والموضوع مش وليد الصدفة أو مش فجأة كده لقيت الناشئين لعبوا وبقى كويسين لا ده ناتج عن جهد كبير جدا جدا وعمل شق على مدار سنوات عديدة في القطاع فنتج عنه إيه نتج عنه الشكل الجميل اللي احنا شفنا عليه شباب النادي الأهلي فدي سياسة تباحة النادي الأهلي لعب ثلاث مباريات اتعادل في الثلاثة مخسرش ولا ماتش بالشباب فدي حاجة جيدة بالمناسبة أنت بتلعب كل الفرق فرق أساسية الفرق اللي بتلعب الدور الممتاز يعني ما قولين فريقه كامل الجونة كذلك من تاني يا جماعة لعبناه بفريق الإسماعيلي فالموضوع بالنسبة لك يعني إيجابي جدا ومكسب كتير بالنسبة للنادي الأهلي من البطولة لكن في الحقيقة يعني الأهلي غير وفي حاجات كتير جدا متتغير لكن بمستوى التحكيم آه بصراحة في بعض المباراة كان كويس جدا لكن مباراة مباراة بصراحة بالتحديد يعني مباراة المحلة والزمالك اللي فاز فيها المحلة 3-0 نتيجة كبيرة قوي قوي على فريق كبير جدا زي فريق نادي الزمالك 3-0 شهدت خطأ جسيم وانا أقول لحضراتكم خطأ جسيم ليه؟ هو مش تقديري هو في رؤيتي وفي رؤية الكثير من الناس هو خطأ متعمد خطأ تحت سياسة الاحتواء اللي واضح جدا جدا أن كان التصريح مش طلع بشكل تلقائي كده أو لا هو واضح أن في حاجة في الاتجاه ده مش عارف مش عايز أدخل في النواية بس اللقطة صعبة أو ضرب الجزاء صحيحة مليار في المية مليار في المية مش مية في المية ولا مليون في المية مليار في المية أول الله للمحلة في مباراة الزمالك وبالمناسبة سيبك مش باتكلم هنا على الخطأ عشان الزمالك خسر من المحلة تاسف لا لا خلص مش هيدي القصة لو الخطأ ده حصل ما بين المحلة والإسماعيلي أو أي فرقة أو فرقة تانية في يوتشر وفارق وأي حد عنيتل عنقول إن ده خطأ غريب وجسيم جدا جدا فياريت لو نعرض اللقطة كصورة عشان نشوف أفكر حضراتكم بيها هي دي اللي حالكم شايفين على الشاشة الراجل بيعدي من عواد وعواد عرقله بإيده بشكل واضح جدا جدا ومع ذلك بص بقى الخطأ الجسيم ليه الحكم قول في أول واهلة قالك لا ما فيهاش حاجة قالك ما فيهاش حاجة عادي مش ضرب الجزاء فالفار قطر خيرهم الناس بيقوموا بواجبهم المفروض يعني بيقوموا بيه على طول أقول له لا تعالى كابتن بعد إذنك بص على اللقطة دي الغريب في الأمر والغريب جدا جدا إن الحكم أقول له يا جماعة اسمه إيه بس بعد إذن حضراتكم الحكم راح بص على اللقطة وقال لك برضو مش ضرب الجزاء يا راجل يهديك يرديك قال لك مش ضرب الجزاء يا عم طب الراجل حاطت إيده هاي ومتعبل وعمل عرقلة لمهاجم المحلة قال له لا مليش دعوه مش ضرب الجزاء طب إزاي من أنهي اتجاه إزاي الكرة دي مش ضرب الجزاء ما تعرفش طب إيه القانون اللي بيقول كده في الكرة إيه قانون إيه البند اللي في التحكيم يقول كده إيه أي حاجة تقول كده مفيش طب شكرا الحكم عبدالعزيز السيد تمام فقال له يا كابتن عبدالعزيز تعالى بعد إذنك شوف اللقطة يا كابتن عزيز طب إحنا بنعيدها عليك هو قال له لا مليش دعوه هي مش ضرب الجزاء أصلاحنا بنحتوي واضح كده إن دي سياسة احتواء متبعة طب هنفضل فيها لحد إمتى هل ده هل دي عدالة هل هي دي القرى اللي مفروض نشوفها في مصر هل هو ده المستوى التحكيمي اللي مفروض نشوفه وبصراحة برضو عشان يعني الواحد يقول الحق في طولة كاس الرابطة المستوى التحكيمي الناس يعني لجنة الحكام زي ما انتقدناهم ممكن نشيد بهم في جزئية صغيرة قوي إنهم دفعوا بعض الحكام الشباب على غرار ما الأهل عمل مثلاً في فرقته وهو بيلعب في المطشط بتاعة كاس الرابطة الأغلبية منهم بصراحة عملوا مبارات كويس بصراحة لكن الكابتن عبدالعزيز مبارح لا خطأ لازم يتوقف عنده كتير ولازم يحسب عليه وأنا منتظر بصراحة الكابتن عصان فتاحت لا أقول لا هي مش ضرب الجزاء تبقى كارثة صودة بقى تبقى مصيبة صودة لو قالك مش ضرب الجزاء تاني هي بنعيدها لحراركم يعني إيه اللقطة عشان تفتكروها بس وإنتوا عارفين إحنا بنتكلم على أنهي اللقطة فالحاكم شايف هو قاعد يعدوله اللقطة عفل فار يا سيدي بوس يا كابتن بوس مفيش فايدة فنفسنا أن الأمور تتعدل في الموضوع طيب الشك التاني اللي عايز أتكلم فيه بعيد عن التحكيم مبارح الزمالك فريق كبير جداً جداً طبعاً محدش يقدر يختلف على كده خسر بالنتيجة كبيرة جداً قدام غاز المحلة فريق محترم قوي السنة دي بصراحة ودي خسارة تانية على التوالي للزمالك وكمان بعد التعادل الأول مع أمبي في كاس الرابطة فأنا بقى قعدت قلت إيه أنا تابع بقى البرامج وأكيد البرامج كلها ها هتطلع تقول كارتيرون لازم يمشي ما فيهاش ما أكيد حيقوله كده إن أنا لقي برنامج واحد من البرامج بينتقد كارتيرون وبيقول إن اللازم يكون في تغير في الجهاز الفني مفيش في الوقت يا مؤمن اللي إحنا بيلاقي فيه مسماني بيكسب مع الأهلي وبيتعدل بالشباب ومع ذلك بيتقالك إيه مسماني لازم يمشي طب إزاي؟ طب إيش معنى؟ ده أمر غريب للغاية يعني عنا ندور نشوف ما فيش ما حادش قال كارتيرون يمشي رغم أن نتايك سيئة جدا في نادي الزمالك في المقابل بتلاقي مسماني بيكسب برضو لازم يمشي فأنا نفسي ألاقي رد على السؤال ده بصراحة نفسي ألاقي رد على الجزئية دي فدي جزئية تانية برضو حبيت تعلق عليها لأن الموضوع بقى غريب ومبالغ في الحياة لكن في كل أحوال الأهلي ماشي في طريقه وماشي بشكل كويس جدا وعنده مشروع وسياسة مهمة جدا بيتتباحها خلال الفترة الأخيرة والفترة اللي جاية كمان هيكون فيه العناصر الأساسية عشان يتم جتأجهزهم من كاس العالم والأهلي مخطط لأموره بشكل مميز يعني ده فيما يتعلق بكاس الربطة وكل الأمور اللي حصلت على هامش هذه البطولة خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نتكلم في بعض التفاصيل الأخرى استمينوا